بسم الله الرحمن الرحيم يا سيل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تعزيل العزيز الرحيم لتوذر قوما ماء وذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أغذرتهم أم لم توذرهم لا يؤمنون إنما توذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أوسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالثها فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أعاتم إلا بشر مثلنا وما أرسل رحمن من شيء إن أعاتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم طارته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائدكم معكم أئن ذكرتم بل آتم قوم مسرفون وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضاني وإليه ترجعون أتخذ من ودونه آلهة إن يردني الرحمن بدقوا إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يواقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمرت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليد قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرزلنا على قومهم بعدهم وجود من السماء وما كنا موزلين إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإذا كنوا لنا جميعوا الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من النخيل وعناد وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره ومعاملة أيديهم أبا لا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها منا تنبط الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مصلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عيدك العجون القديم للشمس ينبغي لها أو تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وفي فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ضغيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن ورقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتى إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عينها معنظين وإذا قيل لهم وافقوا ما رزقكم الله والذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أواتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد يعقدم صادقين ما يغزرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجذاث لا ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد رحمن وصدق المرسلون إن وكانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه وشيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأوائك متجئون لهم فيها فاكهة ولهن ناعد دعون السلام وقولا من رب الرحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدهم مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أغلمكم جب الله كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي قوتم توعدون إصطلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استصاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عنه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر الله ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليوذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ردون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزون كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نصفتها فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقها قال من يحيي العزوام ويغميم قل يحييها الذي أنشأها أو ظلبها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أراتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كوا فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تعزيل العزيز الرحيم لتوذر قوما ماء وذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أغذرتهم أم لم توذرهم لا يؤمنون إنما توذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إيمان مبين وضرب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثها فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أراتم إلا بشر مثلنا وما أرسل الرحمن منها شيء إن أراتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم طرته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائدكم معكم أئن ذكرتم بل آتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة لجنيسها قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من ودونه آلهة إن يردن الرحمن بدقوا الله إن يردن الرحمن بدقوا الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يواقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمرت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليد قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرزلنا على قومهم بعده موجود من السماء وما كنا موزلين إذا كانت إلا صحيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلفنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإلا كل لمنا جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنات وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره ومع عاملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها منا تنبط الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مصلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عيدك العجون القديم للشمس ينبغي لها أو تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وفي فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ضغيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ مورقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتان إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات غبهم إلا كانوا عنها معنضين وإذا قيل لهم وافقوا ما رزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعنوا من لو يشاء الله أطعمه إن أواتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد يعقدم صادقين ما يغزرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجذاث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد رحمن وصدق المرسلون إن وكانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه وشيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأوائك متجئون لهم فيها فاكهة ولهن ناعد دعون السلام وقولا من رب الرحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدهم مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أغلمكم جبلنا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي قوتم توعدون إصطلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استصاعوا مضجا ولا يرجعون ومن عنه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليوذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ودون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيع نصرهم وهم لهم جهود محضرون فلا يحزون كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نصفتها فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقها قال من يحيي العزوام ويغميم قل يحييها الذي أرشأها أغلبها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أراتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كوه فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تعزيل العزيز الرحيم لتوذر قوما ماء وذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنوذرتهم أم لم توذرهم لا يؤمنون إنما توذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان النبين وضرب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالثها فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أراتم إلا بشر مثلنا وما أرسل الرحمن منها شيء إن أراتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم طارته لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائدكم معكم أئن ذكرتم بل آتم قوم مسرفون وجاء من أقصر مدينة لجنيسها قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من ودونه آلهة إن يردن الرحمن بدقوا الله إن يردن الرحمن بدقوا الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يواقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمرت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليد قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرزلنا على قومهم بعده موجود من السماء وما كنا موزلين إذا كانت إلا صحيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من النخيل وأعناد وفجرنا فيها من العيون لآكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أبلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها منا تنبط الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسرخ منه النهار فإذا هم مصلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر له منازل حتى عيدك العجون القديم للشمس ينبغي لها أو تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل وفي فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ضغيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن ورقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات غربهم إلا كانوا عنها معنضين وإذا قيل لهم اوفقوا ما رزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعنوا من لو يشاء الله أطعمه إن أواتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد يرقدم صادقين ما يرزرون إلا صحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجذاث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا منبعثنا من مرقدنا هذا ما رعد رحمن وصدق المرسلون إن وكانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه وشيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل وفاقهون هم أزواجهم في ظلال على الأوائك متجئون لهم فيها فاكهة ولهن ناعد دعون سلامه قولا من رب الرحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدهم مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أغلمكم جبلنا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي قوتم توعدون اسطلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استصاعوا مضجا ولا يرجعون ومن نعنه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليوذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ردون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود محضرون فلا يحزون كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نصفتها فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقها قال من يحيي العزوام ويغميم قل يحييها الذي أرشأها أو ظلبها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أراتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كوغ فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون